أرحب بكم عن جديد باسم المكتب المسيحي جيتوي لأطلاق الألبوم الجديد للمرنم أيمن كافروني ومن حقك وأكيد أرحب بجمهور اللي عم ينضموا لأنها من خلال شاشة التلفزيون سات 7 هالإزاعة المسيحية اللي عم تنقل هيدا الحفل ولي عم توصل هيدا البركة لكتار بيوت بلبنان والخارج من حقك أكيد هيدا الألبوم مثل كل الألبومات أيمن كافروني هو من إنتاج ترانيم الانتصار اللي هي رفاقة أيمن من بدايته كمرنم من أول سدى لحد اليوم اللي منهم كان لغيرك ما بقى رح غني شو ما قالوا الناس تعبت من الضياع رح غنيلك ودايس على عصلك وكدوس أكيد كنا كتار مننا من يعرف كتير تراتيل ترانيم من هيدول الترانيم وكتير انشهره هدف أيمن اليوم أنه من خلال هيدا السدى ليش يظهر نفسه هو لابد يظهر ياسوع بأجمل صورة يتمجد اسمه من خلال هيدول الترانيم كل اللي قلته واللي حسيته كل اللي غنيته أنا غنيته إلك شعري وأشوائي حبري وأوراقي كل اللي باقي من عمري أنا لحعيشه إلك عنجاد أنا بشهد على هول الكلمات هداش إني حقيقية لأن أنا صراحة بعرف أيمن شخصياً وبعرف هدى قلبه مع الرب وهدى واهب حياته ليوصل الكلمة وليبشر باسم الرب ولكن عرفته أنا لأيمن اكتشفت أنه في حدا قبلي إجا لعند الرب بنفس الطريقة بكل طواضع أنا كنت قابل وصيف أول لملك جمال لبنان وكنت بدمان الفن والموديلينج واكتشفت بعدين هداش هيدا العالم فارغ وفاضي ومن بعد ما تعرفت عن الرب ياسوع غير لي حياتي ولما عرفت محبته هداش هو إله حقيقي وكدوس قررت أنه قوه بحياتي لإله وعيش لإله لأن أصلاً ما في حياة إلا معه ما رح طور عليكم بقى لحتى نستمتع كنا سوا بأجمل الترانيم بصوت أيمن كفروني ومن حقك بصوت أيمن كفروني قدوس 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 يسوع قدوس ها صوت الملائكة يعلو في محضارك يهتفون كلهم قدوس ساجدين أمامك رافعين السبح لك معلنين أنك قدوس هيا نقوم كلنا نرفع أصواتنا نهتف لماليكنا القدوس نسجد نحن رؤوسنا ونخلع تجاننا عند قادميك يا قدوس هيا نقوم كلنا قدوس 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 قدوس